2022 موعد بعيد رسم المجتمع العلمي على أساسه توقعاته بشأن مستقبل الوباء توقعات كانت مبنية على الوضع الوبائي العالمي العام الماضي الوضع اختلف اليوم وتبدلت معه الصورة الوردية ودفع تعثر عمليات توزيع اللقاحات العالمية في بعض المناطق الموعد المنتظر إلى عام 2028 بحسب بلومبرغ فإلى ماذا استندت الوكالة؟ آلية الحسابية مبنية على العملية العالمية لتوزيع اللقاحات وسرعتها النظرية العلمية تقول إن مناعة القطيع أو الجماعة تتحقق بتطعيم 70 إلى 85% من مجموع سكان العالم عندها يمكن الحديث عن عودة الحياة إلى طبيعتها سواء بانتهاء الوباء أو بتوقفه عن التفشي مع هذه المعطيات بنت بلومبرغ أكبر قاعدة بيانات لعمليات التلقيح الجارية في 73 بلدا حاليا ليظهر في خريطتها التفاعلية أن العالم استهلك حتى الآن أكثر من 124 مليون جرعة بمعدل 4 ملايين و600 ألف جرعة يوميا تعكس هذه الأرقام خضوع العالم لأكبر حملة تطعيم في التاريخ غير أن مجموعة ما تم التعاقد عليه من لقاحات حتى الآن يبلغ 8 مليار و500 مليون جرعة من خلال أكثر من 100 اتفاقية الولايات المتحدة مثلا تجري عملية التلقيح بمعدل مليون و340 ألف جرعة يوميا لكن هذا المعدل لم يثمر عن تطعيم أكثر من 2.5% من السكان بشكل كامل أي أخذ الجرعتين وبهذا المعدل ستحتاج الولايات المتحدة إلى 11 شهرا لتغطية 75% من سكانها كون المعدل الحالي هو 12 جرعة لكل 100 شخص فيما سيستغرق الأمر كندا أكثر من 10 سنوات بناء على أحدث معدل للتطعيم لديها فهي توفر حاليا معدل 3 جرعات لكل 100 مواطن غير أن كندا تراهن على عقود آجلة ضخمة للقاحات سترفع معدلات التطعيم فيها مستقبلا المعلومات من الصين ليست وفيرة لكن ما رصدته بلومبرغ هو أن معدل التطعيم لديها يبلغ جرعتين فقط لكل 100 مواطن فيما ينخفض المعدل لدى البرازيل ثالث أكبر دولة من حيث الإصابات بكورونا إلى جرعة ونصف الجرعة لكل 100 شخص وفي الأرجنتين إلى جرعة واحدة بهذا النمط السائد في آلية توزيع اللقاحات يحتاج العالم إلى ما لا يقل عن 7 سنوات لتحقيق مناعة القطيع والخروج الحقيقي من الجائحة لكن هذه التقديرات تظل رهينة ما يستجد من سرعة التطعيم وشموليته ومن المستجدات التي تطرأ على كورونا وعظمت صعوبة التعامل معه